اشتركوا في القناة 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 بالضبط اشتركوا في القناة 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 يعبر عن التاريخ العريق لمدينة يافا المدينة هاي اللي احنا بنعرف تاريخها كان حافل السينما الحمراء ازا تم كل فوم غنت فيها وازو نزوم عرب كبار جدا اللي هدول معالم طراثنا وفقافتنا احنا بنحاول بكل الكوادر طبعا ادارة المسرح كمان الحقيقة انه لا تنام الليل يعني ساهرة على انه احنا نحاول قدر الامكان نعيد لو قدر بسيط من التاريخ العريق لمدينة يافا التاريخ الثقافي هذا اللي كلنا من افتخر فيه ونمنع انكسار وانهزام للروح الفنية وبالتالي طبعا روح الانسان فهو عملية نضال بدون سك ونحن لها نعم هيك يعني على فكرة هاي صورة شعبنا شعبنا بحب الفن بحب الموسيقى بحب المسرح يمكن فيه فترات معينة تيجو صعبة عليه وما بيرتاد الاماكن وايضا وقت معينة لصعوبة الظروف الانتاجية في مسارحنا وفي مؤسساتنا الانتاجية ولكن شعبنا بحب الفن بحب الموسيقى بحب يكون مبسوط في هاي مناسبات من هذا النوع زيوار انا بدي اسألك عن ردود افعال الناس اللي رصدتها ردود افعال الناس اللي اللي رصدتها يعني اللي شفتها حسيتها لامستها بشكل عام ولا بالاعمال اللي عم نعملها بمسرح سرايا بالتحديد بمسرح السرايا شوف يعني بالعمل الاخير اللي عم نعملها مع سرايا مع مخرج عماد جبارين العمل صعب يعني قصته بتعرف زي ما هو قال يعني نفس اللحظة ممكن تضحك ممكن نفس اللحظة ممكن تدمع هون ردود الفعل كانت كتير يعني انا كمشارك ممثل كنت هكي ألمس الاستغراب والتلاهف انه لأنه بديش كمان مرة أرجع أحكي وأحرق القصة أنا بفضل انه تشوفها تيجي وتحضرها بس بشكل عام ردود فعل الناس دائما بتكون يعني تطلب أكتر يعني بعد كل عرض بنعملوا سواء مصرحي أو موسيقي بتلاقي بيجو بيشدوا عقيدة وسلموا عليك بتصوروا معك يعني وينت فيك كمان لسات نطلعين من العرض وينت فيك نكس هذا اللي منقوله بلغة اليوم يوم مشبعناش بالضبط هذا الإشي اللي أنا عمالي مسوقه إنه مع كترة الفضائيات مع كترة الأعمال الفنية بس الناس عن جد متعطشي لهال لهالأعمال تعرفي عفاف نشكر الله إنه المسرح والكونسرت الموسيقي بعدنا فش فيها دعايات هيا منحضر من الأرف إلى نياه الصحيح معقول يعني هذه دعايات قضت علينا طب نت على فاصل ونرجع نحلي فشلنا دعايات ليس سوا عنا بس بروموهات وترويج لبرمجنا أستاذ عمد من التعطش اللي حكى عنه زيور قديش عن جندا واحد من أكبر وأهم المحفزات لإلكو دايما ندور على الجديد دايما ندور على القضايا يمكن اللي بدنا نسلط عليها الضوء بشكل مختلف طبيعي طبيعي جدا ومع التلهوف والتعطس اللي حكى عنه كمان زيور يعني اخدت من لغتك العربية التلهوف احنا كمان نتجدد وفقا لهذا التلهوف وكل الوقت في عنا ريبرتوار اللي احنا نصبه انه دائما يكون فيه تواصل بالأعمال وما نحاولش يكون انت حكيت قبل سواء عن الظروف اللي بتمر فيها المسارح الميزانيات ومجنون ساك هذا دايما كان عائق بس احنا رغم هاي العوائق كل الوقت بنحاول نتجدد وفيه سعور بالانتماء من كادر كبير جدا من الفنانين اللي مثل زيور انا يعني بحكي بشوف بشوف كيف بيجي من عكا عيافة بطلع مرات وبساعات غير اعتيادية ممكن يجعها مراجعة متأخر بالليل ويام بستغنى انا وهي مراجعة متأخرة جدا على صنعة الحياة مع موسى زحالك ورأي دادون كان اكتر صباحي وكمان ليلي بس زيور كان مرات يخلص كونسرت وييجي يعمل مراجعات شوفت اديكوا تبعاني انا شوف احنا دايما بنعرف يعني نحترم كتير شو عم بقول ولكن زيور معروف بقديش ملتزم قديش حتى اذا انا نحكي لما في مشاركة موسيقية مجبور يكون عامل لبروفات مش بروفا بروفات لحتى هيك يطل بقمة الاهتمام بكل التفاصيل وهذا اشي حلو بعطي زخم للعمل الفني سيد عادئ بدون شك وانا بعتقد انه كمان وجود فنانين وموسيقيين هم عمليا اللي بنجحوا المهرجانات اللي عمالها بتصير زي طقس فني تقريبا كل عيد بمسرح السرايا يعني بأعياد مناسبات ثانية مثل مهرجانات مرأة واخرى اللي كمان في عنا موسيقيين اللي بفل الموسيقار عمين سائغ اللي كمان بعملوا الكونسرتين مع بعض علاء ابو عمارة اللي كمان بعملوا موسيقى لكثير موسيقى لمسرحيات من انتجها وموسيقيين آخرين اللي زوار بعرفهم اكثر مني بس بدون شك هاي الطاقات كلها هي اللي عمليا بتبف الروح في ازقة اتيافة القديمة وعمليا بتنطلق على كل انحاء البلاد لانو احنا منستقطب كمان كثير يجي جمهور من مختلف الاماكن بس بدقاءة نوه لتعليق للي حكته عفاف الجمهور اليوم مش جمهور نائب مش بسيط مش بسيط مش ساذج يعني على قصة البروفات يعني اول شي ما بقض انا او اي فنان بيحترم فنه وبيحترم نفسه مفروض يحترم كمان الجمهور انو مش معقول يلا خب تلازق يعني سريع المصطلحات انو بتطلع ضغري تعطي يلا مش مشكلة انو ما انا قابد اخر الليل شو بنعطيهن شو مكان اليوم الجمهور نجد مش بسيط على الانفتاح السوشيال ميديا على كل الاصعدي يعني سريع دفي قيم اللي منيح من المشم نيح وكل البرامج هاي اللي كمان بتعطي ملاحظات ممكن المتلقي يستفيد منا سواء على ال يعني الريكشن دبع المغاني كي بديو عمل كيف تيوناليتي تبعو كيف طلع عن الوزن لا صار اليوم الربة البيت البسيطة والعامل البسيط شوية تأساسيات بالموسيقى عشان هيك كيف ممكن انه احنا نطلع من غير ما نكون مهيئين لنعطي اللي لازم نعطي للجمهور اذا هيك النشيط والمجتهي تزيور الهلول خبرنا شوي هيك شو عم بتحضر ما بعد مهرجان عيد الفطر اللي كان في السراية بمدينة يافا اي في يعني عندنا كمان مشاركات مسرحية انا هلأ عم بشارك مسرحية فريد الوحيد بمصر حيافة وهي وسط حياة فريد اطرس واسمان برضو بعمل هناك دروين يعني ومصرحية برضو ماشي يعني مناشحة في مسرحية العربي الاخير بمصر حكة مع سمدار يارون وميسرة مصري كمان هاي ستيرة كتير يعني أصى خيالية انه عرب البلاد هون عرب الداخل قرروا يتركوا اسرائيل وبدناش يسكنوا هون وبدن يتركوا يعني طبشوا بعض بهالمعنى بديش كمان مرة أحرق المصرحية أما هاي الفكرة بشكل عام وفكرة كتير غريبة وكميدي في طبعا صنة الحياة مع مسرح سراية في كمان عمل مع مسرح سراية بس بديش أحكي عنه هلأ أحسن ما بردو ينفوني على الصين بعدين بس إذا بتسألني كمان سؤال ممكن أقولي أنا أمير شطارتك أنا كلمة تخلني كلمة وتجيبني شو العمل اللي مش عم تحكي لا مقدرش تحكي في مصرحية كبارة طبعا هلأ بعد المونديال احنا وقفنا شوي أنا عم بس تنى العرض القادم لأنه قد ما سنعت من أمير ومن مرشد اللي كان كمان موجود وقالولي عن جد خسرت وانت راح يكون تقريبا يعني قريبا ما بعد المونديال هلأ بعد المونديال أكيد لأنه في كمان احنا برض وقفناها برمضان لأنه لظروف المصرحية هي مش ملايين بيتها نقول لشهر مش مناسبة كانت وبعدين يعني من اسمها كبارة أكيد حلو هذا اشي يحترم مش كل مضمون متناسب أو متلائم لهاي الفترة وبعدين راح نكفيها نكملها بعد بعد إن الله رات بعد المونديال لأنه في بعض العناصر عندنا والزملاء اللي على سفر يعني ومنهم أنا كمان يعني سفر بشار سفر سماء شادن هنري أيمن فواحد بيجي وواحد بروح نمتع علي فهاي الفترة شوي لحد آخر أغسط وقفنا بس أنا يعني واعد أول عرض بعد ما نرجع أنت ضيفتي حبيبي بعدك حدي على المصرح وفي كمان بعض الكونسرت اللي راح تكون مع موسيقى عالمي راح يكون بجاهر تمانين على رات كمان أنا مشارك فيه رائع وفي مهرجان اللي هو اسمه بيريشيت اللي هو يقام بالأدس كل سنية مستضيفين كعازف بيانو مع الفيل هارمونيت اللي راح تكون آه فنصدر يعني ما أطح حالك بين كل هاي المحلات وكل هاي الإنتاجات يعني كتير خير الله لما دايماً بقول بعد الصحة ورضى الله ورضى الوالدين وحبت الناس هي أكبر كنز للمحنان وربنا ما يحرمنا من هالشي ما أروعاً كل الاحترام أنا كمان بوعدك إني على جاهزي أحضر العرض كمان مرة يعني عم بسمعني أحضر له كمان يعني أحضر كمان يعني زيور مش بس عفا هو بعك تفكر أنه لا هو بعك تفكر أقولك لا حبيبي أنت بتنورنا لا بس هاي كمان دعوي لأي حدا من المشاهدين ما شاف عرض كبري في مسرح خشبي إنه يروح ويشوفها لأول مرة يقام ويجرى كبري في فلسطين على ما أعتقد صحيح هاي أول كبري فلسطيني لا هو مش كبري بالمعنى الكبريت لا لا هو مسرح كبري سوري عشان أكون واضح هو مسرح كبري وهذا نمط مسرحي موجود في كل العالم وفي كل دول العالم مسرح حشبي بادر إلو في السنة الأخيرة بس أنا كمان بدي إنه تيجوا وتوعدونا يكون عندك وقت تحضروا العروض القريبة لإلنا لمسرح سراية لصنعة الحياة لأنه هناك رح تشوفوا مختلفة يعني إنه أنا كيف شوفتني بكبري ما بيذكر بالمرة إش نمط محتمل عماد بها الأعمال نسأل أستاذ عماد هذا تحدي بالنسبة لكم يعني اليوم كمخرج لما بتشوف أوكي ممكن زيور جسد مجموعة كبيرة من الأدوار بس هذا اللي بوصله بالسؤال اللي قبل دايماً عم ندور على الجديد بتحسوا مجازفة ولا تحدي إنه تطلعوا بشكل جديد وبشخصية جديدة بالنسبة لزيور كان يعني عملية المراجعات معه ودخوله للدور كانت عملية تحدي بالمفهوم الإيجابي إنه هو أكتر من مجال الموسيقى عنده مشاركات مسرحية طبعاً بس أنا كان واضح لإلي إنه في عنده طاقات حسية وجسدية وحضور اللي بيقدر إذا من استغل البوتينشال اللي عنده بتطلع هذا الإشي بأجمل شكل ممكن فمن هاي الزاوية كان الشغل ممتع جداً واشتغلنا حسب طريقة ستانيسلافسكي وحسب طريقة ماكل تشيخوب وشغل الحقيقي طبعاً مع كل الطاقم بس أنا يعني بحكي عن زيور مفهوم إنه أكثر كان أنا يعني أول مرة بأشتغل أنا وياه بالمسرح وهو كان أكثر بمجال الموسيقى وهذا الإشي كان معروف لإلي أحكي لك سر يعني إنه معروف لإسمح لي أقوله إنه هني المسرحية عملوا تقريباً شهرين كانوا يعملوا بروفات بس ما كانوا ملاقيين الشخصية هني كل الشخصية الشخصية اللي أنا بجسدها كان كذا يعني ممثل اللي جربوا وهيك وشي ما كان مقتنا يمكن ما كانوش ملاقيين المحل هذا فبالصدفة كان يعني بندحكوا لعب إنه أنا عم بشارك مسرحية تانية وعم نحكي وهيك شي بقدر أحكيه؟ هتلم جرب؟ حكيت بعد بحكيت فسأينا بعد نهاية عرض لإلي أنا كنت بقاعم بعرض فريد وهو كان بقاعم بعمل بروفات بقوله شو الأخبار وشو كيف قال لي تعال حضر بروفو هيك بعدنا عم نعمله هيك عد قرأت التكسي كان بقول شفت الشخصية بقوله مين بجسد؟ بقول لإنساتنا مش ملاقيين تقولوا أنفع أنا يعني بالمزح فهو أنا قلتها هيك يعني 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 زيور بطل سر بطل سر ثلاث شخص مناسب هاي لا لا فيش حد سمعنا غير بفكر شوي أكتر بس هيك مع هاي تقاط الرائعة الإنتاجات الرائعة أيضا هاي دعوة من جديد لكل مشاهدين لا يشاركوا في اليوم الأخير من مهرجان الفطر في مدينة يافا الساحلية وأيضا هذا إثبات على أنه المشهد الثقافي في فلسطين والفني في فلسطين مش محصور بالشمال بحيفا أو بالمركز بيافا أو بالقدس على سبيل المثال كل ما كان فيه مشهد ثقافي ملائم إلو نشكركم عما جبارين المخرج والمحاضر في الجامعة المفتوحة والممثل أيضا وزيور بهلول الفنان والعازف شكرا جزيلا على تشريفنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر